السلام عليكم حلقة اليوم ستكون مميزة عن باقي الحلقات السابقة قبل أن نبدأها دعونا نلقي نظرة على قناتنا على اليوتيوب لأني متأكد أن الكثير منكم لم يتعرف عليها بالشكل المطلوب لو نلقي نظرة على قناتنا على اليوتيوب سنجد الكثير والكثير من المقاطع المفيدة جدا والتعليمية الخاصة بمجال الهندس المدنية والبناء حقيقة بدأت مشوار نشر المقاطع قبل أكثر من سنتين كانت البداية أعتقد مع فيديوهات الإيطابس وبرامج الهندس المدنية سنجدها مرتبة في خانة بلايليست عندما تذهب إلى خانة بلايليست ستجد أولا دورة الروبو التي نقوم بنشرها حاليا من إنشاء الآخ فاتح نجد أيضا دورة سكاتشوب فيديوهات كثيرة على التمتير دورة الأطوكات التي فيها حوالي 22 فيديو دورة بلاكسيس فيديوهات حول الشاربونت ميطاليك هناك أيضا فيديوهات حول ورشات البناء ومقاطع المفيدة ودورة إيطابس 2009 لذلك أتمنى منكم أن تشتركوا معنا وكذلك لو نلقي نظرة على حسابنا على الأنستغرام ستجدونه بنفس اسم القناة لدينا حوالي 2700 متابع أيضا لدينا صفحة للفيسبوك بنفس الاسم أيضا فيها حوالي 20 ألف متابع أيضا لذلك أتمنى أن تتابعون على كل الصفحات والمواقع التواصل الاجتماعي لكي نستفيد معا ولكي تفيدوننا بما تعرفون في التعليقات وكذلك عن طريق مشاركة المنشورات مع الآخرين إذن دعونا نبدأ حلقة اليوم إذن كما تعرفون أصدقائي لدينا مرحلتين مهمتين في بناء المنازل المرحلة الأولى هي الانفراستركتور ثم بعد ذلك نصعد إلى السوبرستركتور قبل أن نصعد إلى السوبرستركتور يجب أن نمر بهذه المرحلة هذه المرحلة أحبائي هي عملية تجهيز الأرضية أو البلاتفورم في هذه المرحلة كما نشاهد بعدما نقوم بالانتهاء من لزامورس بوتو ننتقل إلى تجهيز البلاطة الأرضية أو البلاتفورم أول مرحلة نقوم بها وهي الموضحة في هذا الشكل أولا نقوم ببناء الكفراج بيردو يعني الذي نقوم ببنائه وأصم بشرة فوقه ثم يبقى هناك الذي يوضح في الفيديو الذي نقوم ببنائه بوصلة الأجر هناك طبعا نوعين هناك الكفراج العادي الذي نقوم باسترجاعه والذي يكون عادة بالخشف وهناك الكفراج بيردو الذي لا نحتاجه فيما بعد نقوم بالصم بشرة هذه بعدما نقوم ببناء الكفراج بيردو الذي يكون بحجم الكاميرا أو اللونغرين الخاصة بنا هنا مثلا نقوم بوضعه 35 عفوا في العرض وأربعون في الارتفاع بعدما نقوم ببنائه نقوم بالانتقال إلى المرحلة التالية وهي التي كانت في بداية الفيديو تسليح الكاميرات أو للونغرين كما شاهدتم في بداية الحلقة التسليح يكون عن طريق ربط الكاميرات في الأعلى وبعد ذلك نقوم بإلقائها في الأرض هذه المرحلة سنتعرف عليها في الحلقة المقبلة نقوم بإلقائها حتى تصل إلى هذا المستوى الموضح يعني حتى تصل وتكون متصلة مباشرة مع الأمر سبورتو الذي نشاهده طبعا هناك نقطة مهمة وهي خلاصة النظافة هي التي تكون في المرحلة الثانية بعد حفر ديترونشي إذا كنا نقوم بحفر ديترونشي أو سقيات وبعد ذلك نقوم بوضع الكاميرات أو للونغرين داخل سقيات في هذه المرحلة سنقوم بوضع خلاصة النظافة بعد عملية الحف مباشرة ثم بعد ذلك نقوم ببناء الكفراج الضائع أو البردو الذي لا نحتاجه لماذا؟ لأنه إذا قمنا بحفر سقيات وقمنا بوضع الكفراج الذي نسترجعه سنجد صعوبة كبيرة في استرجاعه خاصة إذا كانت الترونشي بنفس الحجم أما إذا كنا نضع الكاميرات أو للونغرين فوق الأرض فهنا يمكننا استعمال الكفراج العادي لكن في هذه المرحلة نقوم باستعمال الكفراج بعدما نقوم بالبناء نقوم بربط الكاميرات كما هو موضح نقوم بربطها في الأعلى لماذا؟ لكي تسهل علينا عملية الربط وكذلك لكي نلقيها في مستوى واحد وتكون نيفو واحد يعني مستوى واحد مع بعضها البعض بعد ذلك سنقوم بوضع تسوية الأرضية هناك من يستعمل مبيدات الحشرات في مناطق الخليج العربي يستعملون مبيد الحشرات بعد ذلك يقوم باستعمال النيلون ثم يضعون الشبكة هذه المراحل سنتعرف عليها في الحلقة المقبلة لذلك أتمنى أن تدعمونا بلايك أن تشتركوا في القناة وأن تفعلوا الجرس لتصلكم الحلقات القادمة الخاصة بالقناة وأن تطرحوا أي أسئلة يمكننا الإجابة عنها في الحلقة المقبلة وإلى نلتقل في حلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو